ولم يُبايع أحدٌ منهم وبعد ذلك جالس يزيد حيث جالس أبو في كرسي الخلافة أيها الإخوة وبعث من فوره قبَّحه الله وقبَّح ذكره وتاريخه وأيامه السود والله بعث إلى وليه عن المدينة الوليد ابن عُتبة ابن أبي سفيان من نفس الأرومة بعث إليه أما بعد فأخذ عبد الرحمن ابن أبي بكر وعبد الله ابن عمر والحسين وابن الزبير احملهم عفواً على البيعة ولا أرى أن عبد الله وعبد الرحمن يريان قتالاً لكن إن قام لك الحسين وابن الزبير فاضرب أعناقهما والسلام هكذا هكذا تخضي خسيس يا أنذل الرجال يا رجس البشرية وعار العالم في بن فاطمة في بن علي في بن رسول الله بضربة سيفها كذا من أنت؟ لعنة الله قبحاً لأيام قبحاً لأيام شهدت هذا الرجل والله العظيم قبحاً لعهود أعطت الأمة موثيقة لهذا المسخ الضال الفاجر الحنيد والعياذ بالله يا إخواني وتؤلف كتب أمير المؤمنين الآن أمير المؤمنين يزيد ابن معاوي رضي الله عنهما لا رضي الله عن من ألف ولا عن من رضي وحسب الله عن الوكيل يا أخي ما هذا ما هذه الأمة الحمقاء ما هذه البلاء الآن سجدون ضلتهم ألم نقل لكم تشيع الرجل حرب التسميات من قديم من قديم على الأنبياء حتى تبعك الذين هم أراذلون المستضعفون إلى آخره وهنا يبدو أن الوليد كان فيه بقية خير وتقوى لله تبارك وتعالى استشار من قريبه مروان ابن الحكم الذي سيكون المؤسس الثاني بعد أربع سنين ما الآن من خلافة يزيد للفرع المرواني في الأسرة الأموية والذي سستمرزها خمس وستين سنة في الحكم لم نشهد منهم من شهد له التاريخ بالخيرية والرجدي إلا ما كان من ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه باستثناء عمر شط بعائل الجميع كلام فارغ عمر الذي قال فيه أحد القدرية الأوائل قال أخذ عمر الخلافة بغير استحقاق ولا كتب له عبد الملك بغير استحقاق ثم استحقها حين أخذها بالعدل صحيح تقدم أخواني بارك الله فيكم أخي لدينا خمس دقائق تقدموا قليلا جزاكم الله خير وأوسعوا لإخوانكم المهم استشار مروان فمروان أشار عليه والعياذ بالله بما أمر به يزيد قاله الحسين وابن الزبير إن لم يبايع فاضرب أعناقهما فإنهما إن علم بموت معاوية الآن الخبر مدسوس متكتم عليه موت معاوية إن علم بموت معاوية طار كل منهما إلى ناحية فتشتت الأمر ربما إذا هذا إلى اليمن هذا إلى مكة هذا إلى العراق فيتسع الخرق على الراتق على راتقنا اضرب أعناقهما الرجل أجفله من ذلك تورع والعياذ بالله هذه شورة مشورة إبليسية إبليس لن يشير بأقبح من هذا أن تضرب أبا عبد الله أقتل حسين أقتل بالرسول الله أقتل حفيده أقتله والله لو الرسول أقسم بالله لو أن الرسول كان حيا لأمر بقتله أيضا نعرف هؤلاء الناس لعنة الله عليهم اقتلوا قال اقتلوا يا مجرم وبعث الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان إلى الحسين وابن الزبير وبينهما في الطريق إليه في دار الإمارة يتساءل عبد الله بن الزبير يقول يا أبا عبد الله فيما بعث إلينا الرجل وبحدثه الصائب يقول أرى أن طاغيتهم قد هلك قال له معاويه هلك هذا أكيد مات معاويه أرى أن الطاغي قد هلك وقد أرسل إلينا لنبايع بالقوة فانثنى راجعا ابن الزبير وانثنى الحسين لكنه عاد بجماعة من أصحابه وأنصاري وأهل بيته وأوقفهم على باب قص الإمارة قال أنا داخل إلى الرجل فإن سمعتم صياحا وأصواتا تتعالى فادخلوا وذودوا عني لأنهم قد يقتلونني يعرف خستتهم ونذلتهم لا عهد لهم الآن السؤال الذي ينطرح من تلقائه ينبغي عليكم وعليكمنا أجمعين وجمعوات أن تطرحوا هذا السؤال أين عهد معاوية أنت يا معاوية كتبت حين تنزل لك الحسن أبو محمد أن الأمر من بعدك يكون شورى أين الشورى قال لك لا اعتذر ما شاء الله وقبل بعضه بل أكثر علمائنا ما شاء الله والفقهاء الكبار العظماء قبلوا هذا العذر قال أخشى أنا إن جعلتها شورى أن تثور فتنة ويحصل صراع بين المسلمين ما شاء الله لم يخشم الفتنة بتولية ابنه يزيد القرود والفهود لكن الفتنة ستثور بالشورى بالديمقراطية لكن يزيد يكون في الأمة على رأس الأمة مش فتنة انظروا كلام كذب كلام هذا والله العظيم لا يجوز إلا على معاته وبوله من الناس والله العظيم البوله الحمقى الأمور واضحة تماما على كل حال ودخل حسين وصار بينهما كلام فقال حسين يا وليد تعلم أن ليس مثل من يبايع خفية إنما دعو الناس ليبايعوا فإن بايعوا بايعتوا على الملأ نوع أيها الإخوة من التهرب الشريف يريد أن يمتلك أمره لأنه واضح والرجل فطن والرجل بذكاء فطن إلى خطة أبي عبد الله لكنه تغافل لشيء من طيبة وتقوى بقيت في نفسه تركه يمضي إلى حال سبيلك وفي الصباح أبو عبد الله كان في طريقه إلى مكة أحرز نفسه وأهل بيته أخذ أولاده وأخواته بنات علي بنات رسول الله وأولاد أخيه الحسن أيها الإخوة كل أهل بيت ذهبوا معه إلا محمد بن حنفية آثراً يبقى في المدينة ذهبوا إلى مكة أيها الإخوة لأن مكة حرم لا يستباح ولا يجوز أن يستباح فيه أهل بيت النبوة على الأقل هذا أطعف الإيمان نحتمي بمكة حتى لا نقتل إما أن تبايعه وما أن تقتله حجيب يا أخي ظلم فضيع جداً ونبايع من؟ يزيد بن مهاوية الحسين يبايع يزيد بن مهاوية هزلت والله والله يهزلت ولا زالت مهزولة إلى اليوم أنتبهوا لا زالت مهزولة لم تسمى بعدها لم يسمى أمر هذه الأمة لم يظهر أمرها كما ينبغي وإن لله وإن إليه راجعون وجاء الخبيث الأخس الأتعس مروان بن الحكم وجعل يصيح في أميره أمير المدينة الوليد لماذا تركتهم وخالفت عن مشهورتي فرد عليه الرجل صائحاً يا رجل أتشير علي بقتل الحسين تلعب أنت مجنون أنت هذا الحسين قال له والله الذي لا إله إلا هو إن رجلاً يحاسب بين يدي الله يوم القيامة بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله قالوا أنت مجنون سأهلك أنا سأهلك هلاك الأبد إن قتلت الحسين إذن هو أراد أن يوطع له حتى يهرب لا يلد أن يتورط في دمه سأل الله فيه وفي أهل بيته العافية وقد أوتيها تقريباً لم يتورط الرجل هذا أيها الإخوة هو الفصل أو بداية الفصل الأول من هذه القصة لعلّا نكمن إن شاء الله في الجمعة القادمة ونرى ما كان حتى نخف كما قلت لكم ولكن على بعض مقدمات الحدث الكبير ما الذي حدث وكيف حدث ولماذا أسأل الله تبارك وتعالى